طيب في حكاية عايز احكاية لكم مهمة جدا جدا عن برونو سابيو برونو سابيو برونو سابيو كده كده الاهلي خلاص مش عايزه ادي اول جملة هيه كده كده الاهلي مش عايزه الاهلي مش عايز برونو سابيو واضحة يعني مش محتاجة كمان معلومة يعني بس هو حتى المعلومات هو مش عايزه طيب نادي الأهلي في الفترة الأخيرة بدأ يتفاوض مع برونو سابيو على فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي الأهلي كلم مع برونو سابيو وقال له هنفسخ العاد وهتاخد نسبة 25% من كامل مستحقاتك عن ثلاثة مواسم يعني هياخد 25% عن ثلاثة مواسم والراجل كان مزمزق في الأول وقال له أنا عايز نصف القيمة وأفسخ بالتراضي قالوا لا 25% فبدأ يبقى عنده شوية مرونة بدأ الأيام اللي فات كان يبقى عنده شوية مرونة فجأة فجأة روح للنادي الأهلي وقال لهم لا عايزين تفسخوا عقدي أنا عايز عقدي بالكامل بالكامل اللي هو التلاثة مواسم كان بقى عقده بالكامل ده جماعة بنو سابيو عايز ياخد كم من الأهلي عشان يمشي 57 مليون و200 ألف جنيه ده بالمصري 57 مليون و200 ألف جنيه عشان يسيب النادي الأهلي للأهلي استفاد منه كم دقيقة في الموسم أصلا وهنا نرجع ونقوم شكرا 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 اشتركوا في القناة